اشتركوا في القناة التربية المدنية وملخص التاريخ واليوم ان شاء الله بقى ملخص الجغرافية نكمله لكم من بعد باش نحطوه المواد الاساسية ليهما اللغة لغة عربية واللغة الفرنسية والرياضيات نبدأ بسم الله مع ملخص الجغرافية بنسبة التلاميذ رابعة ابتدائي توظيف الخريطة للتعرف على موقع الجزائر هذا هو اول درس توظيف الخريطة للتعرف على موقع الجزائر شكل الارض الارض هي احد الكواكب مجموعة الشمسية الارض هي احد الكواكب منها تنتمي الى المجموعة الشمسية وتدور معها تدور مع الكواكب الارض تدور مع باقي الكواكب في مدار معين عنده مدار واحد برك معين حول الشمس هايليك وهما يدوروا عليها كل كوكب كيفاش يدور ولها دورتان بنسبة للأرض عدنا دورة يومية حول نفسيها هايليك مثلا الأرض هايليك الأرض تدوره حول نفسيها هايليك تدوره حول نفسيها كي الدور حول نفسيها تعطينا الليل والنهار تما كي يكون مقابل الشمس هنا في النهار ومننا في الليل وكي تعود الدور هاكا هذا في النهار وذا في الليل تعطيناه 24 ساعة لأنانه جزء علينا 24 ساعة هذي كي اسمها دورة يومية كل يوم الارض سوف تدور دورة كاملة حول نفسها وكيف تتعود الدور وكيف تتعود تدور حول نفسها تدوم 24 ساعة ينتج تعقب الليل والنهار كعين الليل والنهار وعندنا دورة سانوية وهي حول الشمس والارض دورة كاملة وكيف تتعود دورة في عام من اول جنبية حتى 31 ديسمبر والارض سوف تتعود دورة سانوية وهي حول الشمس سوف تتعود دورة سانوية وهي حول الشمس دورة سانوية وذلك يتعود دورة سانوية سوف تتعود إختلاف الفصول الاربع ينتج فصل الشتاء الدور فصل الشتاء فصل الرابع فصل الصيف فصل الخريف ومن بعد زيت تبدأ بفصل الشتاء وهي رايحة والارض سوف يتدور حول الشمس إذن لها دورة يومية ودورة سنوية دورة يومية تدور حول نفسها حول نفسها تدوم 24 ساعة ينتج تعاقب الليل والنهار دورة سنوية حول الشمس وتدوم سنة كاملة ينتج اختلاف فصول الأربعة هكذا فهمنا الأرض شكل الأرض مفلطح هذه الكلمة أنا ما فهمت كيفاش يعني داروها لهم سنة ربعة بصح يحفظها هكا وخلاص مفلطح الله أعلم ما الله أعلمنا ما موم بشي سحولي مفلطح شغل أوفال جاي شغل هكا بيضوية بيضوية الشكل مش مدورة يقولوا عليها بيضوية وتختلف يعني العالة هنا ما ندخلوش في هذه التفاصيل المهم قرأوا شكل الأرض مفلطح لعدم تساوي بعديها الأفقي والعامودي بس كتكون هكا دائية كتكون الأرض دائرية هذه قد هذه تحكي كل مفلطح شغل جاي جاي أوفال كي حبابر حبابر شفتو كي نقيسو هذه ونقيسو منها ماشي كيف كيف هنا الأبعاد التحا ماشي كيف كيف لهذا لقواها باللي كرة الأرض مفلطحة يعني قد لكم أوفال لعدم تساوي بعديها الأفقي أول عامودي كما شرحت لكم تبلغ مساحة الأرض خمسمية وعشرة مليون كيلومتر مربع وتشمل الماء واليابسة ما عندما بالماء بالبحار بالموحيطة بكل شجاع الأرض جاع المساحة كامل تحايا خمسمية وعشرة مليون كيلومتر مربع ولها شبكة من الخطوط الوهمية داروا خطوط وهمية وهمية ما عندها مشيتها الصح وهمية ما فيهاش تجيجا كرة الأرضية مشي كرة الأرضية مشي هي اللي فيها خطوط تشغل داروها العلماء وهمية فقط بشي ديروا الحسابات عدنا خط خط غرينيج خط غرينيج هو خط وهمي تشغل العلماء هم اللي يرسموه مشي فيها ديش في الكرة خط وهمي يتوسط الكرة الأرضية عموديا عموديا تما يتوسط هاي لك الوسط هاي لك خط غرينيج يتوسطها عموديا ويقسمها إلى قسمين الشرقي وغربي شوفوا كيندير هاكا يقسم هنا الشرق هنا غرب هذا خط غرينيج خط وهمي يقسم الكرة الأرضية شرق وغرب ويمر بالجزائر هذا خط غرينيج أو يمر عن جزائر خط الوهمي هذا قرب مدينة مستغانم ماذا الخط هذا لم يديرينه يجوز على مدينة مستغانم وعدنا الدائرة الاستوائية خط الخطوط الوهمية هي خط غرينيج والدائرة الاستوائية هي دائرة وهمية أيضا تتوسط الكرة الأرضية ما في الوسط تقسمها إلى قسم شمالي وجنوبي هاوليك الشمال هاوليك الجنوب تم هايليك دائرة الاستوائية هذه دائرة استوائية وهذا خط غرينيج هذا يتحفظ هذا خط غرينيج وهذه الدائرة الاستوائية تقسمها شمال جنوب وخط غرينيج يقسمها شرق غرب هاوليك هايليك الكرة الأرضية هني وضحت لكم هايليك كواكب المجموعة الشمسية 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 إني اخلائ البداية مجموعة الشمسية مجموعة الشمسية فيها حتى السابق المغزح واندخل الماء الخارط خارط البداية البداية بذا دمية الطفل بداية تعريف الخريطة هي تمثيل منطقة معينة من الأرض أو جزء منها على سطح مستوي الآن توزيع الماء واليابسة على سطح الكرة الأرضية كيف يزع الماء واليابسة على الكرة الأرضية يتكون سطح الأرض من يابسة وماء كيف يزع الماء واليابسة على سطح الكرة الأرضية؟ يتألف من عدد من القارات والجزر قارات والجزر قارات أسيا، قارات إفريقيا، قارات أمريكا، قارة القطبية الجنوبية، قارات أوقيا نوسيا، قارات أوروبا، جزيرة مدغشقر ومازالوا جزر بزاف جزر أما بالنسبة للماء، يحتل للماء الجزء الأعظم، ثم يحتل للماء الجزء الأعظم، ثم يحتل للماء الجزء الأعظم من سطحه حيث يمثل 71% من مساحة سطحة كرة الأرضية يتألف من عدد من البحار والمحيطات والأنهار والويديان وإلى آخره يوجد المحيط الهادي، المحيط الأطلسي، المحيط الهندي، المحيط المتجمد الشمالي، المحيط المتجمد الجنوبي، البحر الأبيض المتوسط، نهر النيل، البحر الأسود، بحر القزوين، كين بزاف بحار، محيطات ويديان، أنهار كين 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 بزاف من قدرون كامل نقلوهم لهذا تحتل المهم نعفو باللي الماء يحتل 71% من مساحة الكرة الارضية واليابسة تحتل 21% من مساحة من مساحة سطحة الكرة الارضية نقدرون نعفو زوج او ثلاثة وهنا زوج او ثلاثة بلك تجي وضعية او حاجة وضعية ادماجية او لا باش يمد البراهين وهذه خريطة تبين موقع موقع القارات والمحيطات هذه القارة موقع القارات والمحيطات دلت لكم هاد الخريطة شوفوش حال كين لما شوفوش حال زرق زرق كتر من مشكين في الالوان اذا هنا المارة هو 71% اما القارات يعني اليابسة راهم 29% عدنا قارات اسيا قارات افريقيا اوقيا نوسيا امريكا الجنوبية امريكا الشمالية وكين ايضا جزر بزاف وعندنا قارة متجمدة الجنوبية اما البحار عدنا المحيط المتجمدة الشمالي محيط الهندي محيط الاطلسي محيط الهادي محيط الهادي ايضا لماذا هنا تقول محيط الهادي محيط الهادي لان كار الارضية شغل راهيها كار سوف هناك يكون محيط هادي وهنا محيط هادي شغل يتلاقى وهنا محيط الهادي مع المحيط الهادي موقع الجزائر في العالم تقع جزائر شمال القارة الافريقية يحدها من الشمال البحر البيض المتوسط من الشرق من الشرق تونس وليبيا من الشرق تونس وليبيا ومن الجنوب نيجر ومالي من الجنوب النيجر ومالي ومن الغرب المغرب وموريطانيا والصحراء الغربية تقع الجزائر في شمال القارة الإفريقية تحفظ بحر الأبيض متوسط ومن الشرق تونس وليبيا ومن الأفضل ترغل نفهمهم بالخارطة ومن الجنوب النيجر ومالي ومن الغرب موريطانيا والمغرب وسحراء الغربية تطل الجزائر على البحر الأبيض المتوسط نحن نطل على البحر الأبيض المتوسط بساحة طوله 1200 كم تبلغ مساحة الجزائر 2.381.741 كم موقع الجزائر في إفريقيا وفي المغرب العربي تطل موقع الجزائر في إفريقيا والمغرب العربي الجزائر هي قلب المغرب العربي القلب التحاط ما جاء في الوسط وأيضا تحتل موقع مميز في القرى الإفريقية ما في إفريقيا عندها موقع مميز موقع الجزائر في المغرب العربي الجزائر هي إحدى دول المغرب العربي نحن ننتميه لدول المغرب العربي ما جاء في المغرب العربي وهي من اكبر الاقطار المغربية احنا اكبر دولة تمام من حيث المساحة مساحة ولها حدود مع تونس ليبيا المغرب الصحراء الغربية وموريطانيا هذا ما بلدان المغرب العربي عندنا الحدود مع تونس ليبيا والمغرب الصحراء الغربية وموريطانيا موقع الجزائر في افريقيا الجزائر اكبر بلد افريقي مساحة الجزائر هي اكبر بلد افريقي في المساحة والعاشر عالميا نسمحنا مرتبة عشرة في العالم كامل من حيث المساحة تنمون كبيرة الجزائر ولها حدود مع سبع دول وهي في افريقيا عندنا سبع دول عندنا الحدود معها تونس ليبيا نيجر مالي موريطانيا صحراء الغربية والمغرب هذه الخريطة التي تبيننا موقع الجزائر في المغرب العربي شوفوا هذه الجزائر عندنا حدود مع تونس وليبيا والمغرب الصحراء الغربية وموريطانيا هنا هي كين مصر هذا هم بلدان المغرب العربي بلدان المغرب العربي والجزائر تتوسطها تشوفوا رهي في الوسط وهنا موقع الجزائر في افريقيا هذه هي تقع شمال قارة افريقيا وعدنا حدود مع سبع دول نكملوا الموقع الجغرافي وطبيعة الانتماء يلعب الموقع الجغرافي دورا هاما في ربط العلاقات والانتماءات التي تنشأ بين الدول فنجد الموقع الجزائر اين تقع الجزائر ولا اين يقع اي بلد دور مهم في ربط العلاقات كيف تكون العلاقات والانتماءات التي تنشأ بين الدول لكن وش يفصل بيناتنا وش يكون بيناتنا وراهي قريبة وراهي بعيدة على وش بعيدة وش الحاجة اللي قريبة لنا المهم هذا دور مهم عندنا الانتماء المغاربي نحن ننتمي الدول المغرب العربي انتماء المغاربي الجزائر تنتمي الى المغرب العربي وغياب الحواجز الطبيعية عزز التواصل بين الشعوب في مهمة الحواجز الطبيعية هل تنشأ بيحار هل تقطعنا احنا ودول المغرب العربي ولا تنشأ جبال هل تنشأ بيحار هل تقطعنا حيث بين المغرب العربي هل تنشأ بلدان هذا قدام هذا الموقع الجغرافي عنصر اساسي في تعزيز الروابط بين دول المغرب العربي الجزائر دولة رائدة في تأسيز اتحاد المغاربي عندنا الانتماء الافريقي عندنا انتماء مغاربي انتماء افريقي من مظاهر الانتماء الافريقي ما هي李 موقعها في شمال الافريق صاحب احنا بوابة القارة من الشمال و احنا هما الباب الباب بتاع افريقيا في الشمال احنا من الباب هادي يتمنى يحب واحد يروح لكشب بلدنا أوروبا أو لا يجي منها هذه البوابة هذه الطريق هذا هو الجزائرية بوابة إفريقيا من الشمال تشابه ظروفها الطبيعية مع ظروف القارات ما شتسخانة لكين كامل في إفريقيا كيف كيف حنتاني نفس الظروف الطبيعية يعني طابع الصحراوي مساهمتها الفعالة في كل قضايا المصرية للقارات ما وين كين قضايا مصيرية في إفريقيا الجزائر تكون حاضرة الانتماء المتوسطي ما شمع انتماء المتوسطي رانا مع البحر الأبيض المتوسط ما شوفو ننتاميو ننتاميو المغرب العربي ننتاميو الإفريقيا ننتاميو دول البحر الأبيض المتوسط ما شوفو هذا ما كامل دول مشتركة في البحر الابيض المتوسط يقول له الانتماء المتوسطي ان مظاهر انتماء الجزائر للبحر الابيض المتوسط ما يلي وقوعها في الضفة الجنوبية الغربية للبحر الابيض المتوسط التشبه في المظاهر الطبيعية ما كيف كيف احنا كامل لجينقاء في البحر الابيض المتوسط عندنا نفس مظاهر الطبيعية اقامة شراكة وتعاون وتبادل المصالح بين الدول المتوسطية ثم كاين شراكة وتعاون بين بلدان كامل كيفش بوابر يروح ويجو كاين ثم كاين شراكة بين البلدان يجيين كامل حول البحر الأبيض المتوسط وعندنا الانتماء العربي ننتمي وأيضا للعرب أجمع مشي المغرب العربي للعرب ككل الدول العربية من مضاهر الانتماء العربي للجزائر الميالي غياب الحواجز الطبيعية وقوعها في القسم الغربي من الوطن العربي شوفوا هنا جهة الغرب حناية هنا دول مغرب العربي مازالوا هنا سعودية وكامل هنا كامل اليمن كامل دول عربية احنا نجيين شوفوا أقصى الغرب مازال مقاتغة المغرب برك مورانا هنا نجيين في الغرب وقوعها في القسم الغربي من الوطن العربي وهي أكبر دول مساحة في الدول العربية الجزائر هي أكبر مساحة في الدول العربية تبنيها تبنيها الدائم لمختلف قضايا الأم العربية كقضية فلسطين الجزائر هي تبنتها كاملنا الفصل الأول جغرافية أنا جتني شوية سعيبة والله أعلمتما أمهات إن شاء الله نكون لحقت لكم الأفكار سيفهموا لاتكم بهذا الطريقة إن شاء الله يفهموا وتجيهم سهلة أنا جتني شوية على كل حشوية وعلى باش نلحق لها كامل هاد الأفكار إن شاء الله أنتم تجيكم سهلة بهذا الطريقة ويقدروا يحفظوا شكرا لكم ليراكم تبعوني تشجعوني بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة